في كل المعارك، القتال من الجو يكون فعالاً لبسط السيطرة على الأرض الجيش السوداني لجأ إلى هذا السلاح لمنازلة قوات الدعم السريح أسطول القوات الجوية السودانية يعتمد بشكل أساسي على عشر مقاتلات من طراز ماك 29 طائرة تمنح الجيش نقطة تفوق بالنظر إلى ميزاتها المختلفة فهي مرنة تطلق صواريخ جو أرض مقاتلة تعتبر رداً تقنياً وعسكرياً روسياً على طائرة F-16 الأمريكية الجيش السوداني يضم مجموعة أخرى من الطائرات سوفيتية روسية الصنع منها سبع طائرات من فئتي ميج 21 وميج 23 إضافة إلى سبع عشرة مقاتلة سوخوي من فئتي سو 24 وصو 25 ومقاتلات خفيفة من طراز جي 7 ونانشينك كيو 5 من الصين وأخرى متعددة المهام من الجيل الثالث من طراز F-5 Tiger من الولايات المتحدة القوات الجوية السودانية سبق وأعلنت عن نجاحها في دمج الطائرات المقاتلة من الولايات المتحدة والصين وروسيا في شبكة واحدة لتبادل البيانات في العام 2018 حصيلة القوات الجوية السودانية من الهليكوبتر المقاتلة تصل إلى ثلاث واربعين طائرة من نوع ميل ميلي 24 صاحبة التصميم الكلاسيكي إضافة إلى ثلاث طائرات هليكوبتر نقل من الفئة مي 17 وكذلك 24 طائرة من فئة مي 8 في السودان ثماني قواعد جوية أبرزها قاعدة مروي العسكرية الواقعة بولاية شمال السودان قاعدة شهدت مواجهات ضارية بين الجيش والدعم السريع في بداية الصراع وقاعدة وادي سيدنا في أمدرمان فضلا عن قاعدة الأبيض في شمال ولاية كردوفان ثم قاعدة الخرطوم وسط العاصمة